مساء الخير للجميع طبعا بحيي طلابنا الاعزاء اللي بتأمل انه اصلا شايفيني بالدرس اللي احنا رايحين نمرقه مع بعض للاهل في هاي الفترة اللي هن مع الاولاد وشكرا انهم اللي عم بمكنوا رؤية هاي الدروس الهامة جدا بصورة خاصة في هاي المرحلة وطبعا لجميع جمهور المعلمين والمعلمات اللي في البيوت وعن بيشتغلوا زي العادي او احسن كمان في موضوعنا اليوم بنا نتطرق لكل موضوع السلوكيات الخطرة في مرحلة المراهقة وما قبل المراهقة بنحكي اليوم احنا على موضوع اضرار التدخين واضرار الارجيلة اسمي رائد داغر انا مستشار تربوي ومرشد في قسم الخدمات النفسية والاستشارية في وزارة المعارف ويساعدني جدا ان امرقلكوا هذا الدرس في المهارات الحياتية من اجل تزويدكم بالادوات والمهارات اللازمة للكوا لحياتكو لجسمكو لنفسيتكو لمستقبلكو كمان طبعا احنا الدرس هو عن بعد بس بتأمل ان احنا نشعر بالقرب من خلال التفاعل معاي في المحاضرة تبعتي او في الدرس اللي انا راح اعطيه انا بحب كمان كمدرس وكمستشار امرق فعاليات وجه لوجه بحضور كامل في اشياء اللي احنا صعب نحصل عليها عن بعد بس الظروف الحاليه هي جبرتنا نعمل هذه الشغلة فبتأمل بالرغم من البعد ان احنا نشعر مع بعض وتفهموا علي وتحسوا في الاشياء والافكار والعبر اللي انا حابق امرقلكوا اياها من خلال هذا الدرس اليوم طبعا احنا اليوم في وضع طوارئ موضوع الكورونا بتأمل ان احنا حياتنا قدر الامكان ماشي عادي وماشي طبيعي وماشي كيف لازم بتأمل انه كنتوا غادرين تدبروا اموركوا في البيت وطبعا المفروض هم مساعدة متبادل مع الاهل عشان الامور تمشي كما يجب وما نكونش في مضاعفات او ظواهر جانبية سلبية لظاهرة الكورونا احنا بنحكي على موضوع المهارات الحياتيه العملية المهارات الحياتيه هي عبارة عن قدرات اللي موجودة عندنا في خلال نقول هيكي في صندوق المهارات تبعنا اللي احنا ما منخطط نستعملها وينتا بس في مواقف معينة في الحياة خاصة في مرحلة المراهقة وما قبل المراهقة في المدرسة او في الشارع او في مكان اخر ممكن نعتاز في موقف معين اللي فيه نتعرض لخطورة معينة لاستعمال اداء او مهارة معينة اللي هي تكون موجودة ومذوتي في الادوات العمل الموجودة عندنا في من ناحية نفسيه من ناحية جسديه كمان منيجي للدارس اليوم احنا رحين نحكي عن موضوع فترة المراهقة وما قبل المراهقة والتحديات اللي احنا منواجهها في هاي المرحلة فيه شغلة انا بحب احكيها قبل ما اضطرق للموضوع هذا بالنسبة لموضوع المراهقة الموضوع المراهقة هي مش فترة الانسان لازم يمرقها وهي صعبة وهي تحديات وكلها معاناة وكلها ازمات وصراعات مع الاخرين فترة المراهقة فترة حلوة هي من اجمل فترات في حياة الانسان بس المفروض في هاي الفترة ان يكون فيه نوع من التقبل من الاخرين لهذه الفترة وعشان التقبل يكون من الاخرين لهذه الفترة خاصة من الكبار سواء اهل او معلمين مفروض الانسان اللي هو عايش هاي الفترة وموجود فيها كمراهق اوكي واليوم احنا طبعا منحكي على المراهقة ابتداءا من فترة الابتداءة يعني من زمان احنا ما منحكي على المراهقة هي فترة صف سابع ثامن فما فوق وانما اليوم ممكن رابع خامس سادس كمان نشوف عندهم ظواهر اللي عمليا ممكن احنا نمرق هاي الفترة بسلام في حين انه المراهق فهم انه الاخر الكبير بخاف عليه وعنده توقعات منه واذا لزم الامر احيانا انه يحط له حد معين فبرضه المراهق لازم يتقبل هذا الحد واصلا كمان ما يوصل الوضع انه يجبر الكبير انه يحط له حد من خوفه عليه ومن خوفه من انه وضعيته النفسيه او الجسديه او التعليميه او الاجتماعيه طبعا انها تدهور وطبعا انا اليوم بده احكي على المواد اللي هي خليها نقول موجوده في متناول اليد اللي ممكن تشكل خطر فوري علينا ما احكي مش راح احكي اليوم عموضوع السموم ولا احكي على موضوع الكحول انما راح احكي عموضوع التدخين او احكي عموضوع الارقيله وطبعا بعض المهارات الحياتيه اللي احنا بحاجه ما تسئلها انها تكون عنا من اجل نحمي حالنا من هاي المواد الخطره خاصة وانه بعض الاحصائيات بتقول انه اغلب الناس اللي في الدنيا بتدخن ومدمنع التدخين واللي اليوم هي موجوده في اعمار متقدمه جدا ومش غادر تقلع عن هاي الظاهره سواء عن التدخين او ظاهره الارقيله هي بديت تستعمل في هاي الفتره اللي اسمها المراهقة او ما قبل المراهقة فمن هون النقطه والتوجه تبعنا كوزاره معارف وكقسم استشاره تربويه في وزاره المعارف هي انه هاي الفتره هي الفرصه اللي احنا بمصطلحات كورونا نعمل حجر وتحجيم للامكانيات للانسان انه يوصل لموضوع الادمان على مثل هاي المواد الظاهره طبعا بالتعاون وبطريقة الكلام وبالاقناع مش بالجبر ومش بالفرض بتطوير مراكس سيطره داخليه كمهاره حياتيه لانت كمراهق وكمراهقة بتسيطر عليها وبتاخذ كامل المسؤولية حياتك وعلى سلوكياتك بدون ما يكون الرقيب البراني اللي هو مش دايما بيقدر يكون معك على مدار ساعات اليوم اللي يحميك من اي انزلاق الى مثل هاي التصرفات والسلوكيات الخطره فمن هذا المحل احنا الخطاب تبعنا لكم من خوفنا عليكم انه ممكن احنا نستمتع في المراقب من كل اشي موجود في الحياة من طعام ومن موسيقى ومن غياظة ومن رحلات ومن طبيعة ومن كل اشي بس ما نعمل متعة اللي ممكن نظرنا على المدى القريب او على المدى البعيد اذا مارسنا متعة من هذا من هذا النوع ممكن العواقب بتاعتها تكون جسيمي ووخيمي وترافقنا اخر مرة لسنوان تعديدي لقدام ونخسر كثير اشياء على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الصحي وعلى الصعيد المادي كمان ونقول لو انه وقتها حكوا معنا فاليوم احنا بنحكي معكم ومشي بنحكي معكم نقول لكم لا دير بالك وابعد فقط وإلى آخر لا بنحكي معكم من خلال الاعتماد والاتكال على المسئولية الموجودة عن كل واحد وواحدة فيكم انه ناخذ قرار سليم ازاء هذا الموضوع اللي فيش منه ولا ولا اي فائدة اخرى مرة فيش منه ولا اي فائدة اليك لعيلتك لمستقبلك لتعليمك كله مظهر فمن ها من هون احنا الفكرة مضطرين نوصلكوا اياها اللي بالاخير القرار هو قرارك انت ما حدا بقدر يوخذ صدقني صدقيني ولا حدا انت بقدر يوخذ قرار محلك وحتى لو الاهل استسمعيننا الاهل ممكن تحكي وتوعظ وترشد اما هي مش موجودة معك في اتخاذ القرار وانا كمعلم او مرب صاف او مستشار تربوي كمان انا مش موجود معك لما انت تاخذ هذا القرار وطبعا احنا اليونا بنحكي على التدخين والارقيلة بس الحديث على كل سلوكيات خطرة الممكن اتواجهك وموجودة اليوم والحمد لله دايما بكثرة في الشارع الشارع اليوم خطر جدا اذا ما كان عندنا هاي المهارات اللازمة فاحنا في خطر ومن هون اجت اهمية نوعية هذا الدرس بصورة خاصة في الفترة الحرج اللي احنا من واكبها اليوم طبعا بتمنى انه المحاضرة تكون شيقة اليكم ممتعة وتزودكم بالمعلومات الهامة اللي ان شاء انها تساهم في حياة افضل افضل اليكم طبعا وانا حسب رأيه اذا استمتعنا فاحنا رايحين نستفيد واذا ما استمتعنا فاحنا مش رايحين نستفيد فنحاول مع بعض انه نستمتع قدر الامكان نستفيد من هاي المحاضرة رايح اعرض لكم مواقف وسلوكيات معينة الانسان ممكن يواجهها او الطالب او المراهق ممكن يواجهها ومنحكي عليها بعدين بتوسع وباسهاب اكثر من هيك السلوك الاول هو تدخين سيجارة او تدخين الارقيلة اذا واجهك هاي الشغلة شو انت بتعمل موضوع الغش بالامتحانات اذا انت جاي مش دارس مثلا الامتحان هل انت مستعد انه تتنقل عن حدا وتفوت حالك في خطر اذا طالب اخر زميل اليك او زميلي اليك او زميلي اليك او زميلي اليك طلب منك انه تنقليلي انه مش عارف السؤال اللي فلان وبدون ما ينتبه المراقب في داخل الامتحان هل احنا من نقوم بهذا العمل ولا لا الصبح عندي مدرسة على الساعة ثمانه لازم اقوم على السبع احضر حالي تعبان ممكن مش نايم قبل بيوم كيف لازم هو دا غلط طبعا هل عندي حريتي القرار ان انا اقوم ولا ما اقومش على المدرسة برضو سؤال اللي احنا منفكر فيه طبعا نقطة اللي انا بدي احكيها هي كل موضوع الشلي كل موضوع الاتراب الاصحاب الاصدقاء اولاد الصف اي تسمي بتحبوا تعطيها الاقران لهاي المجموعة اللي هي كثير 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 مهمة لنا و احنا منخذها بعين الاعتبار في اي قرار احنا منوخذه بحياتنا لانه احنا مهم لنا انظلنا تابعين لهاي المجموعة مهم لنا جدا انه يكون لنا الاصدقاء اللي منقذ معهم للوقت السعيد و منروح منيجي مع بعض و منقذ اوقات ممتعة مع بعض فاذا انا اتعرضت من قبل مجموعة لهن اصدقاء او صديقات لأي عرض او اي طلب او اي فكرة اللي ممكن تشكل خطر علي او ع حياتي او ع مستقبلي او ع جسمي هل انا عندي القدرة اقول لا بدون ما اخجل هل عندي القدرة اقول لا حتى لو انه الثمن كان انه انا اخسر دول الاصدقاء هذا سؤال كل واحد و واحد فيكو يسأل حاله هل عندي القدرة انه اقول لا و طبعا انا هون بده اوجه الجملي للأهل اذا هن سمعين بالبث هذا العلاقة مع الابناء بتقرر تأثير ضغط الجماعي كل ما كانت العلاقات الاسرية الاهل والاولاد افضل و اجود فتأثير الشلة بيكون اقل والعكس صحيح تأثير الشلة السلبي تأثير الاصدقاء والصديقات السلبي والغير مرغوب بيجي في المحلات اللي فيها العلاقات الاسرية بين الاهل بين الاولاد قليلي فاخرى مره كيف بيحكوا اذا احنا بده نحول اللمولة لمنادة زاكية فهاي الفترة اللي هي احنا في الكورونا و احنا قاعدين في البيت مع بعض غصبا عننا يعني مش بطيبنا و ممكن يصير التطورات لقدام انه نستغل الوقت انه احنا نتقرب من الابناء والبنات نحكي معهم نفتح معهم مواضيع اللي في الروتين العادي و احنا في الشغل و احنا في المدارس و احنا خارج منزل اثنيناتنا ولا تروح لها اوقات متأخرة و مرات مش في البيت او نايمين صعب علينا نطور نوع من الحديث اللي هو له جودي و له قيمة عليا في تطوير العلاقات البين شخصية بيننا وبين الاولاد فممكن احنا نستغل هاي الشغلة و هاي النقطة انا تعوقت عليها بشكل مقصود لانه تأثير الشلة وتأثير الاصدقاء الاطراب بالاقران البدكوية كبير في فترة المراهقة كبير كثير و ممكن انه الانسان يغير مبادئ عنده و ممكن يغير اشياء مربع عليها و اشياء مقتنع فيها عشان ما يزعلش اكس او واي فقد دي القدرة عندي انه عن جد اكون حازم و صارم بما فيه الكفاية انه انا ما انكسر لضغط جماعي بهاي الطريقة و اعمل اشياء اللي انا مش مقتنع فيه ابدا و عبا اعمله بس عشان انه انا ابسط الاخرين او اني اظلني معهم صديق او صديقة اخرى معضلة السرقة من السوبر او دكان انت طبعا نسراك بطبيعتك و مش مربع في بيت اللي بربع على السرقة اما اجا صاحبك او صاحبتك انه هاتي نفوت على الدكان و ناخذ هذا الغرض بدون ما صاحب في الدكان يدري في هاي الشغلة هل انا بعمل هالشغلة ولا لا السباحة في بحر هائج طبعا السباحة اشي ممتع بس طبعا فيه خطر مرات لما انا موجود في محل والبحر مش مريحي كثير والبحر هائج والامواج عالي جدا وفيه خطر اذا انا فت قصة على البحر ففيه فيه امل ان اغرق فهل انا بفوت على البحر و بسبح وبفكر حالي انا ابو عالي و ان انا قوي و انا سباح ماهر و بقدر اسباح ولا بكون عندي انضباط ذاتي و انا بقول اسا المياه مش ملائم الى السباحة وعا فكرة فهي الحالي مهما كان السباح ماهر كل الغرق وعا فكرة فكروا ان هون سباحين ماهرين يعني القصة لا تتعلق في قضية قد انت تدرك السباحة ولا لا القصة تتعلق قديش انت عندك المهارة الحياتية هاي اللي عم نحكي عليها اتقرر في هذا الموقف انا ما بدي افوت افوت على البحر او على الماء حتى لو اصحابي بدهن هاي الشغلين اخرى نقطة بالطرق الها وهي مهم جدا وهي كشف سر لصديقك قديش انا اذا في عندي سر اللي انا موجود في حياتي قديش انا لازم احكي ولا مش لازم احكي وفي هذا السياق بده اتطرق لنقطين كثير منيح اسا تسمعوني شو بده احكي اليوم انا هون بدي اميز بين مسئولية لبين فساد اذا انا اجيت عرفت انه في صديق الي عندي صديقة عبتتصرف سلوكيه خطره معينه عبتمارس سلوكيه خطره عبتروح عموضوع الدخان عبتروح تارجل لا سمح الله مخدرات كحول عبتعمل او بعمل علاقة مع انسان عبر الفيسبوك او تواصل او شبكات التواصل الاجتماعي مع انسان كبير في العمر وعامل علاقة معه وممكن عم بيقنعها ان تلقيه هون وغاد وانا عرفت هاي الشغلي وانا حاولت انه احكي مع هذا الانسان الصديق الي او الصديقة انه هذا السلوك الانت عبتعمله ممكن يؤثر عليك بصورة سلبيه وممكن شكل عليك خطر في عدة نواحي حتى خطر على حياتك فاذا انا من اجل الحفاظ على هذا الصديق عشان ما يزعلش مني عشان الصف او الطبقة او المدرسة ما تقول انه فلان فساد هل صح ان انا احافظ على السر هذا اليه وما اروه احكيه لانسان بالغ لمعلم في المدرسة لمرب صاف لمستشار في المدرسة فكمان هذا السؤال فكروا فيه مع نفسكو شو التصرف الصح في هاي الحالي وطبعا انا بد اقتصر الطريق هون لانه انا مش في سلسلة ورشاة عمل معكو وعبارة عن درس لانا مجبور اعطيكو كل هاي الاشياء طبعا القرار السليم هون اذا شفت اشي قطر انت مجبور تروح تحكي انت مش فساد انت هون مسؤول مسؤول كبير كمان وممكن انت في هال في هالمشاركة هاي لحده بالغ اللي بيعرف يحتوي الموضوع وبيعرف يعالج الموضوع مهنيا ويحافظ برضه على الطالب هذا او على الطالب هاي انت يمكن انقذت حياته انت انقذت مستقبله وراح يشكرك كثير لقدام كيف انت تصرفت هيك واذا ما تصرفت هيك وهذا الانسان او الانساني اتعرض لاذا ممكن يلحقك كثير كثير مسؤولية من ورا هذا الموضوع اخرى نقطة بحب احكي عليها وهي الهروب من المدرسة اجي قل لك صاحبك هات اليوم نطلع من المدرسة بدنا بالجاعة بالتعلم الحصة الثامنية لغة انجليزية او رياضيات شو رايك نروح بكير هل انا برد عليه وبروح قبل ما احضر هذا الدرس ولا بظل لاخر النهار في المدرسة وحتى كمان ممكن يقنعك تجذب انه تقول لأهلك اذا انت مروح بكير انه معلم الموضوع غائب وطبعا كمان هي اخرى شغلة اللي نفكر فيها هل صح نعملها او انه هذا الاشي غلط اوكي بنا نعرف اسا مع بعض شو احنا بنقصد في سلوك خطر ما المقصود في السلوك الخطر السلوك الخطر هو كل سلوك يهددنا ويهدد كياننا السلوك الذي فيها تحدي وتوتر وموجود بين حدود الامان والخطر بين الاشياء المؤكدة وغير المعروفة يعني بدأ ارجع اسا لفترة المراهقة فترة المراهقة احد المميزات تبعها اخرى مرة كمان بذكركم لما اقول مراهقة انا ما بقصد فقط مرحلة الاعداد الثانوي انا بقصد المراحل اللاحقة في الابتداء كمان هي فترة مراهقة فهاي فترة المراهقة هي انه عمليا احد المميزات الاساسية تعيتها هو حب المغامرة اصلا اذا المراهق ما كانش عنده حب المغامرة بيكونش مراهق حب المغامرة وطبيعة انه الانسان يكون عنده حب استطلاع حب الاكشن يجرب اشياء بس هل السؤال هل بنقدر نعرف كشباب وصبايا كمراهقين ومراهقات هل بنقدر نعرف هل هذا السلوك لوين بدي وديني اذا انا مارست حب المغامرة على الاخر بدون حدود بدون ضوابط بدون اعتبارات بدون اتخاذ قرار سليم صح ام خطأ هل انا عم بشتغل صح ولا عم بشتغل غلط وشو انا ممكن ادفع ثمن من جراء هاي الشغل عندما نخد مخاطر تهدد سلامة الجسم والنفس فان هذا يعتبر مخاطر كبيرة مثلا مخاطر جسدية الدخان والارقيلة ولا مرة حدا سمع في الدنيا انها مفيدة للجسم فشو الداعي بخلي الانسان اللي يفوت على جسمه سم قاتل اذا اجابوا لك كوباي فيها مشروب معين او انت سألت شو هذا المشروب اللي انتو جابين لياتو وحكولكو انه هذا المشروب هو سم هل انت بتشرب هذا الاشي الجواب واضح انه لا طب ليش سيجارة اللي هي سم او ارقيلة اللي كمان هي سم ليش اذا تقبل تخذها يعني شو الفرق بين هاي الكوباي اللي فيها سم وانت رفضت رفض قاطع انك انت تستعملها لبين المراهقة اللي خلتك انك انت تندفع لاتجاه تدخين او استعمال ارقيل وانت عارف ان هي لها خطر كبير علي مخاطر اجتماعية الانسان المدخن اليوم هو او بيستعمل ارقيل هو ما بشكل خطر فقط على نفسه او مرات سلوكه اخر اللي احنا بنعمله هو ما بشكل خطر فقط علينا عذرا هو بشكل خطر علي حولينا يعني اذا انا اسا هون قاعد عم بدخن كل اللي قاعدين هون معاي في استوديو هون عم بدخنوا معي وذات الشيء اذا انا بارجل اليوم نقول في المثال الحدث الاخير اللي احنا عم نعايشينه اليوم اذا واحد مريض كورونا هو بيعرف ان هو مريض كورونا وبيطلع وبروح دكاكين وبروح مجتمعات وبروح شواطئ بحار وبروح عند اهله وبروح عند اصحابه وهن مش عارفين ان هو مريض كورونا بس هو عارف اذا هو تسرف بهاي الطريقة اذا في خطر ولا فيش خطر طبعا الخطر جمب في هاي الحالي مخاطر عاطفية طلاب الاعزاء احنا لما احنا نفوت مواد اللي هي بسموها ناشطة نفسيا في اللعازي مش في العبري بسموها بسيخو اكتيبيت زي الارجيل زي الدخان وعشرات المواد الاخرى الدخولها للجسم لا يقتصر على تأثير فقط بس على على الجسم التأثير تبعها يتعدى بكثير مرحلة التأثير على الجسم والتأثير تبعها بفوت على الجهاز العصبي المركزي ولما تفوت على الجهاز العصبي المركزي فبتتحول لاشي اللي احنا ممكن ندمن عليه ندمن عليه ولما الانسان يدمن على اشي ببطل قرار يستعمل او ما يستعمل في ايده ابدا عمليا انت بتصير تقوم بهذا التصرف المشين والغير مريح والغار مش لانك انت ايسا بدك قرار تقرأ ايسا جاعة بالي بتصير تعمل ايش غصبا عنك اجريك بتجرك لغاد وبتواخدك لغاد بدون ما انت تاخذ هذا القرار فمن هذا المحل لازم نتبه لهاي النقطة طبعا زي ما حكينا مخاطر نفسية كثير ناس اللي بيصيبها مشاكل نفسية من ورا هذا الموضوع المخاطر المادية هون مش المحل بس اذا عملنا احسابات لانسان مدخن كل حياته اللي بدخن بكية دخال في مصطلحات اسرائيلية ممكن نحكي على مليون لحد مليون ونصف شاكل هو بصرف من ورا الدخان والارجيلي تبعته طب تخيلوا قديش الانسان ممكن يعمل اشياء من ورا مبلغ منها ازاي شو ممكن نسوي شو ممكن نعمر نشترى اشياء نروحه نيجي يعني نساعد الناس في الموضوع هذا مش احسن ما نحرق حاله عايشي اخر مرة اللي احنا عم نحكي عليه الفش مش منه بتاتا ولا اي فائدي طبعا طورت مع القانون اليوم التدخين طبعا في المخدرات هاي فيش حديث اذا احنا شوي بنحكي على المخدرات هو غير قانوني بس بالنسبة للدخان اذا احنا بنحكي اليوم على موضوع الدخان فالتدخين في الاماكن العامة كمان هو مخالف للقانون انا ممنوع ادخن واضر غيري اذا انا بده ادخن وبعده قانون الدخان والارجيلي بعدها قانونية انا لازم اعمل انا بقدر اعمل هاي الشغلة في محال فيش يوناس لحالك فليه انا افرض على نفس السلوكيات من الشكل اللي بتعملني شاذ يعني انا بكونش مقبول في مجموعة اللي هي بتحافظ على صحتها وبتدير بالا على صحتها وانما راح يطلب مني بتعمل معروف هون ممنوع تدخن وهون ممنوع اتقرقل الخطر يبدو مغريا لكن نهايته ليست واضحة ومن المهم ان نتملل ان نمتلك القدرة على موجود الاغراءات في ظل التأثيرات الاجتماعية هذا الموضوع اللي احنا حكينا عليه كل الوقت انه احنا نقدر نحافظ على نفسنا ونقدر نواجه بشجاعة الاغراءات اللي ممكن تكون من جراء عرض علينا سلوكيات خطرة مثل التدخين والارقيل ما هي الدوافع التي تؤدي الى التدخين؟ هل يا حب الاستطلاع كيف حكينا؟ هل البحث على الانفعالات؟ هل التمرد على البالغين؟ يا طلاب الاعزاء انه انا انتقم من البالغ سواء المعلم او اهل مش عن طريق ان انا اظهر في نفسي ممكن انه تسول لي نفسي ان انا اذا اسا روح دخنت بقاهر في ابوي اللي بدوش اعطيني السيارة وانا معيش رخصة او اذا جبرني اقرأ الامتحان او فرض علي اي نوع تصرف لما الكبار يعملوا هاي السلوكيات معنا هني بعملوها من خلال حبهن إلنا هني بعملوها من خلال الخوف علينا وحياتنا فما بصير ان اعمل شغلي وافكر ان انا عم بعملها وانا عم بقاهر فيه بس لازم اعرف ان انا عم بعملها وانا عم بذور نفسي مش عم بقاهر فيه طبعا ممكن ان اقهر علي كمان بس هذا مش الحل في هاي الحالي طبعا ان اكون ممكن ان كول مقبولة على الشله ممكن اكون مقبولة على الشله بس في اشياء منيحة اكون شاطر اكون لطيف اساعد الغير اكون خفيف دم هاي الكل مش الكل ان انا دخن لما انت بتدخن انت بطل تقول ابدا ممكن تكون كول وان لمجموعة معينة من الشباب او من الصبايل هن مش القدوة الحسنة لطالب مدرسة او لطالب في مرحلة الاتدائي عشان هيك انك ايه انت تكون كول فيه طرق اخرى ايجابية الممكن متأسف الممكن تكون انت كول عن طريقة فيه ادعاء انه التدخين بهدي اخرى مرة التدخين بهديش هو مجرد اشي نفسي بيفكر اذا اخذ اخذ السيجارة راه اهدى هي مجرد اشي نفسي السيجارة بتهديش زي اللي بيفكر انه شرب في نجان قهوه راح يهدى لا هو عم بهدي الادمان على الشغلة هاي زي ما حكينا التأثير تبعها نفسي فاذا استعملناها ممكن تأثر عليها نفسيا فاحنا عم نهدى الادمان انتبهوا للجملة هاي عم نهدى الادمان على المواد دي الناشطة نفسيا الموجودة في التدخين وفي الارييلي احنا مش عملنا نهدى عن جد باعقاب دخلنا سيارة اذا في عندي في المحيط اللي انا عايش فيه ناس بتدخن انا بعمل قدري المستطاع ان اثر عليهم ما يدخنوا افرجيهن قديهن عم بضروا صحتهن اذا هني دخنوا وطبعا اكون حازم بما فيه الكفاية انه ما يدخنوش وانا قاعد معهم اذا بديدخن بقدر يطلع بريت الدار بريت الغرفة ويدخن بس ما تقبلوا انه حدا يدخن في المحيط الانتم موجودين فيه انا بقولكو كطلاب حتى اذا في معلم يدخن اطلبوا انه بتعمل معروف استاذ طبعا هذا ممنوع قانونيا وهذا ضد وعكس المنشور العام تبع مدير عام وزارة المعارف هذا غير قانوني بس اذا صارت وممكن تصير تجاوز على القوانين هاي في بعض المدارس لازم تطلبوا من نفس الاستاذ ونفس المعلم انه بتعمل معروف ممنوع تدخن في المدرسة ويكون عنكو الحزم الكافي في هذا الموضوع تأثير الاعلانات طبعا الشركات التدخن في الدنيا والارجيلة معها مصاري كثير المصاري اجت من الضحايا اللي هن ضعفاء النفوس انا بسموهن الصراحة لانه فكروا انه هذا الدخان ممكن يعمل لهم اشي فراحوا دفعوا مصاري عشان يشتروا وهيكي عمليا من هاي الزباين بين قوسين الضعفاء كمان بين قوسين هن صاروا عندهن مصاري وجمعوا دولارات وجمعوا مصاري ومن هاي المصاري صار يعملوا اعلانات اعلانات اللي بتشتل على المراهقة تاعتكو اعلانات اللي بتشتل على نفوسكو اعلانات اللي بتغريكو وبتفرجيكو انه الدخان اين والدخان كول والدخان مغري والدخان حلو والدخان 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 بس كلها بطبيعة الحال اعلانات فارغة فارغة انا بعرف شركة اعلانات بدون ذكر اسماء عشان منعملش دعايه هوني اللي بترفض قطعا تعمل دعايات لدخان او لكحول او الاشياء اللي هي اشياء ضارة الاعتقاد او الوهم اللي انا بسميه انه جميع البالغين يدخنون لا يا جماعة الحكي هذا مش دقيق في العكس تماما القلال اللي بيدخنوا القلال جدا اللي هن عم بيدخنوا وبالعكس كان مرة اللي بيدخن ممكن انه زلمي انه عم بيدخن اليوم اللي اقل هو اللي بدخن اللي مش نظيف هو اللي بدخن الانسان اللي فيش عنده مهارات حياتية هو اللي بدخن الطالب اللي بريتي المدرسة اللي مش مواظب او مش شاطر او مش قايم في وجباته هو اللي بدخن مش العكس اذا احنا بنحكي على التدخيل فهو عملية حرق لمادة التبغ احنا بنحرك مادي اسمها التبغ اللي بعد شوية منشوف شو المكونات الضارة اللي بيحتويها التبغ ينتج عن هذا الاحتراق مادة النيكوتين كيب حكينا انتبه ولا شو بده احكي اسه نيكوتين هيروين كوكاين الهيروين الكوكاين هي انواع سموم طبعا غير قانونية و ضارة جدا النيكوتين هو اخوهن الصغير بس قانوني هذا الفرق عشان هيك انتبهوا انه انتوا عم تستعملوا اشياء اللي هي عليها ادمان التي تملك تأثير مخدر على المخ كيف حكينا هي ناشطة نفسيا الى تأثير على الجهاز العصبي المركزي وعلى المخ ومن ثم يعتاد عليها الجسد الجسم بتعود عليها المعريخة الجهاز الاعصاب الجهاز النفسي بتتعود عليها ومنصير احنا مش احنا بدنا اياها لانه بدي استمتع انا بصير بدي اياها لانه انا بقدرش اتحمل بلاها وانا بعرف مليون مثال على انه يفضلوا يشتروا بكات الدخان من كيس الحليب في اخر عشر شكل او عشرين شكل موجودين في البيت هاي قصص حقيقية يعتاد عليها الجسد يشعر بصعوبة بالغة اذا تسحب منها وحاول تركها هناك عدة الواع من التدخين فينا تدخين ارجيلي تدخين سجائر سجار غليون بد اتطرق شوي للارجيلي بد احكي على المادة اسمها المعسل مادة بالغة الخطورة لا تموت بسلة بالعسل او بالفاكهة الصحية وانما هي مجرد مصطلحات هدفها تضليل الشباب وتسويقها على انها مادة مفيدة هاي النقطة انتبهوا لها معسل ليه بيستعملوا كلمة معسل عشان يعطوها صبغة صحية فش علاقة شتانة قابة قوسين ما بين العسل وما بين المعسل فيش غاد اي عسل في مواد ضارة فقط محتويات المعسل نبات التبغ انشارت خشب بحطه فيها فاكهة غير صالحة للأكل اللي عمليا بتتكلش اللي هي فاسدي هي اللي بحطوها غاد فيه مادة اسمها جلاسترين هي مادة سامة وبتعمل مرض السرطان ليموسين الرب اللي ممكن يعمل تصلب شرايين فطريات العفن مكسبات رائحة والطعم هاي المكسبات الرائحة والطعم اللي ممكن نفكر ان هي مادة صحية بس هي مادة غير صحية بيستعملوا في الارجيلة بيستعملوا الفحم احضر شوي اوكي عذرا كان في مشكلة في العارضة طبعا بيستعملوا الفحم الفحم يؤدي فحم الأرجيلة الى أرتفاع مادة اول οكسيد الكربون في الدم ولا تتقد الى تصمم دمويا يعني بيستعمل الارجيل كثير عنا باخي بمادة قدد ثاني الاكسيد الكربون احنا بعريك انه مش مفيد بص هون ماده اول اكسيد الكربون اللي هي مادة سامة جدا اللي بتقدي الى تصمم دمويا الدموياodo الامبوب اللي بيستعملوه الانبوب هاي اللي بتنقل الدخان من الارجيله لجسم الانسان إلى الفم هي عبارة عن بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا الجرثومية اللي بيستعمل الأرجيل هو عمليا معرض حاله لخطر التلوث الماي تؤدي المياه إلى الشعور بطرطيب الحلق مما يؤدي إلى استمرار التدخيل لعدة ساعات بدون توقف عوضا عن استعمال الكحول بدل الماء يعني عمليا الماي اللي بيستعملوها اللي بنسمع صوتها كمان بكيف هني يقرج لو بنسمعه صوتها هي شو بتعمل الماي؟ الماي بترطب الحلق ففي الدخان إذ دخلنا سجارتين ثلاثة ممكن نحس إن احنا مش مأزين من الدخان نشف حلقنا وعشانك بنبطل الدخان في الأرجيلة فيش هاي العملية في الأرجيلة بترطب الحلق وكون الحلق رطب ممكن الإنسان يدخن لعدة ساعات وطبعا الأضرار بتكون مضاعفة وبعض المبدعين طبعا باللغة السخرية أنا عم بحكيها بيستعملو مادة الكحول بدل الماي سم قاتل في كثير حالات وفاة وموت بسبب إنه حطوا كحول بدل الماي وأدى إلى وفاة المستعمل فانتبهوا لهذه النقطة هل تعرف ما هي أضرر الأرجيلة؟ ممكن نفكر مع بعض شوي صغيري في الموضوع بنخذ استراحة دقيقتين ثلاث دقائق فكروا في هذا الموضوع ومنكمل بعد ثلاث دقائق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مساء الأخير أخر مرة عدنا نكمل الدرس مع بعض بتأمل إن كنتم مستفيدين مستمتعين من هاي المحاضرة وسؤالي استألتوا قبل نطلع على الاستراحة القصيرة اللي هي إيه لي صراحة أكثر من هي إيه لكم هل تعرف ما هي أضرار الأرجيلي؟ كل واحد فكر طبعا بينه وبين نفسه بنطلع هون على الفم واللثة بنشوف إنه إحنا كل موضوع الأسنان اللثة الشفايف كله بتأثر من موضوع الدخان الأرجيلي وطبعا الحديث ينطبق على الدخان كمان القلب والأوعية الدموية كيف أنا ذكرت سابقا إنه بصير عنا القلب اللي هو حساس طبعا هو أهم عضلة في الجسم هو أقوى عضلة بس إحنا من خلال الأرجيلي والدخان إحنا بنضعفه وبصير إشي اسمه تصلب الشرايين لي تراكم المواد اللي بتطلع من الدخان الأرجيلي في قلب الأوردي والشرايين نفس الكوليسترول ونفس الدهنيات فهيك طبعا إحنا بنضر القلب وعمل القلب الرئتين اللي هن عمليا المفروض إنه يخذوننا الأكسوجين اللي احنا بحاجة ما يسئله من أجل إنتاج الطاقة فعمليا بفوت عليهم هاي المواد وعلى الشعيرات فيهم وبتسكرهم وببطل تنفس الأكسوجين كما يجب في الجسم الجنين المرأة الحامل إذا لا سمح الله بتدخن أو هي موجودة في بيئة مدخنة مدخنة فالجنين اللي رايح تضرر بشكل كبير نظارة البشرة والجمال طبعا مهم للجميع صبايا وشباب على السواء الإنسان المدخن أنا شخصيا بس أشوف إنسان مدخن أنا بعرف إنه مدخن من شكل البشرة تبعته بيكون مش نظر مش مش صحي مش مش جميل بيكون مجعد كثير بيكون فيك بقعة فأنا بقدر أميز الإنسان اللي بدخن أو بأرقل في مشاكل جنسية وممكن توصل لمشاكل عقوم طبعا عند الرجال ومشاكل في الإخصاب عند النساء من جراء التدخين والأرقيلة بأثر على اللياقة البدنية أكيد وصحتنا كثير مهم إلنا فيه هون عنا صورتين قبل التدخين كيف الوضع بيكون بعد التدخين كيف الإنسان بتصير لياحته البدنية وطبعا ممكن تؤدي إلى الموت كذلك رأس أرقيلة واحد هاي الرأس يقوله دخنت رأس أرقيلة المصطلح اللي أنا دايما بسمعه هو يساوي بين أربعين لستين سجارة متخيلين الرقم غادي فكروا في الرقم أربعين لستين سجارة يعني عم نحكي على تقريبا بكتين دخان في كل رأس أرقيلة الواحد بيستعمله وممكن هذا الرأس خلال نص ساعة يكونوا مخلصوا المؤرقيل انتبهوا السجارة في عدة مواد خطرة في السجارة النيكوتين أوكي لو بحاله مبيض حشرات وعقار مخدر اللي هو عليه الإدمان أول أكسيدي الكربون غاسام كيف ذكرنا بأدي إلى تسمم دموي السيانيد اللي هو سمفيران كمان موجود في التبغ الكامديوم يستعمل في صناعة بطيرات السيارات الأمونيا المنظف أرضيات القطران ماذا تستخدم في الطلاق وتعبيد الطرق؟ على فكرة القطران هو اللي بأدي إلى السرطان بعيد عن الجميع طبعا وعن السمعين القطران هو اللي بيعمل مع السرطان وخاصة السرطان الرئى أو الخبيث اللي كثير صعب الشفاء من سرطان الرئى وتسعين في المئة من اللي بيصيبهن سرطان الرئى هن ناس مدخنين أو يستعملون مادة الأرقيلة مثلون يستعمل في وقود الصواريخ زرنيخ مادة شديدة شديدة السم فنول فلورونين أسيتون عدة مواد اللي هي خطرة التدخين يمس بالصحة وسبب أضرارا الحاق الضرر باللياقة البدنية والقدرة الرياضية كيف حكينا تجاعدات في البشرة الوجه رائحة كريهة وصفرار الأسنان يتخيلوا واحد كل حياته أسنان وصفر وطلع ريحة من ثمه مهما فرق أسنانه هو مين بيقبل حاله إشي من الشكل فعشان هيك أنا عم بقول لكم الأضرار والثمن اللي مندفعه من وراء هاي الشغلة السعال وضيق التنفس أمراض قلب حكينا عليها أمراض السرطان الرأتين والحنجرة وغيرها أمراض الرئى العامة تضعف قدرة الإخصاب عند النساء والقدرة الجنسية عند الرجال هاي الأضرار اللي احنا حكينا عليها قبل بالنسبة للتدخين كل عام يموت في إسرائيل نحو ثمان آلاف شخص بسبب أمراض ذات سلة بالتدخين بينهم نحو ألف وخمسمائة من جراء التدخين السلبي على الكورونا قد يش كل الدنيا مجند ضد الكورونا لحد إسرائيل ولا واحد بعده ميت في إسرائيل بيموت كل سنة ثمان تلاف واحد فتيجوا اللي كان شو لازم إذا إحنا بدنا نقارن دخان مع الكورونا لازم يقولوا ممنوع التدخين ممنوع الأرقيلة ممنوع نبيعها ممنوع نشي الفوت على إسرائيل أصلا إذا فيه هون هداف اقتصادية لشركات الدخان وأشياء ثانية ما بقدر يستفوت عليها هوني ما تكونوا الضحايا لهذا الموضوع طلاب طالبات إحنا كتير من حبكوا بهمنا مصلحتكوا ما تكونوا أنتوا الضحايا لهاي المؤامرات العالمية على تسويق الدخان إلكوا التدخين هو أكبر عامل للموت يمكن منعه في العالم التدخين يضر اقتصاديا جيبتك أنت بضرها التدخين يضر الإنسان الحيوان والبيئة القانون والتدخين في إسرائيل طبعا ممنوع التدخين في الأماكن العامة أوكي ممنوع أنه إحنا نعلن الموضوع هذا كثير منع التدخين للطلاب والمعلمين بجميع بجميع الفئات العمرية داخل المدارس الساحات وبعيدا عن بوابة المدرسة بعشر أمتار يعني ممنوع معلم يدخن داخل إطار المدرسة ولا في الساحة ولا في البلوس دور ولا في زاوية التدخين وأكيد مش في وطل المعلمين ومية في المية مش في صف إذا بدي يدخن بيدخن برية المدرسة على الأقل عشر أمتار بعيد عن صور المدرسة الضغط الجماعي والحزم حكينا عليها من أصعب التحديات عندنا عندنا المراهقين هم مواجهة الضغط الجماعي من قبل أصدقائه المدخنين يميل من يفتقر إلى الثقة بالنفس إلى التدخين كلا يكون مختلفا عن زملائه فما تخلوا حالكو تكونوا فيش عندكو ثقة بحالكو لدرجة إنكو تقتنعوا في أشياء أنتو مش مقتنعين فيها بس عشان ترضوا فلان وعلنتان صديق أو صديقة لهو مش صديق ولا صديقة بلا منه بلا منه هذا الصديق اللي بدي يضر لي صحتي بلا منه هاي الصديقة اللي بدت تجرني لهاي الأشياء اللي راح ترفيقني كل حياتي مش لا يوم ويومين الافتراض الافتراض الشائع للشبان هو أن غالبيتهم يدخنون لكن جميع الأبحاث والإحصائيات تشير إلى العكس فمعظم الشبان لا يدخنون الأغلب بدخنش بس هدول اثنين ثلاثة اللي بدخنوا بيعملوا ضجة من هالشكل فأشياء ثانية كمان فندلزم وتخريب و مشاكل سلوكيات في المدرسة اللي مفكر إن هن الأغلبية بس هن الأقلية تدخن ولا ما تدخن فهذا هو السؤال كل إنسان كل شاب كل شاب كل طالب كل طالب ممكن تبدأ هاي الشغلة من صف رابع وثالث ما فوق راح يوصل للموقف اللي يعرضوا عليه هاي السيجارة لما يعرضوا عليك هاي السيجارة القرار هو قرارك خاصة إذا أنت موجود لحالك المصاري معاك إنك أنت تأخذ هاي السيجارة الأهل معطينك هاي المصاري عشان تشتري إشي من الدكانة وعشان تفيد حالك مش عشان تشتري سيجارة فالقرار تأخذ هاي السيجارة وتتحول لمدمن دخان أو تروح تأرجل وتتحول لمدمن أرجيلي أو الثنتين مع بعض هو القرار فقط قرارك أنت والمسؤولية 100% واقع على اكتافك وعلى شخصيتك وعلى نفسك فبعد ما سمعت كل هاي الحكيات مني وأكيد سمعتك في المحلات ثانية بتأمل أنك أنت تعرف تأخذ القرار السليم مش عشان حدا مش عشان أهلك ولا عشان مع المين المدرسة ولا عشان حدا عشان نفسك جسمك الله أعطاك إياه أعطاك الصحة أعطاك الأعضاء أعطاك الإيديين للإجرين للحواس عشان تستخدمها في حياتك للتعليم والمتعة وتروح وتيجي وتشتغل وتسابر وتساعد وتقوم في حياتك الطبيعيه ما أعطانا هذا الجسم عشان نفوت عليه مواد الضره ونخربه وحتى إذا الخراب ما كان فوري لقدام رايحين نصادفه و رايحين نشوفه كلمة قبل أن ننهي آمل أن تكونوا قد شعرتم بالقرب بالرغم من البعد لأن أنا شحصيا حسيت في هذا القرب معاكوا وبتأمل إسمعتوني كأهل وكطلاب وطالبات وكمعلمين عشان نستفيد من موضوع اللي هو في أمس الحاجة إنه إحنا نفهم عنه لا نبقى واحدين لا تبقوا بمفردكم إذا عندكم أي سؤال أي استفسار حول هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني دائما نلجأ لحدا اللي أنا بحس بالأمان وبالراحة النفسية معه في المدرسة أو في البيت وأسأل وأستفسر وأستشير عشان أخذ القرار الصائب إلي ولحياتي تواصلوا مع العائلة الأصدقاء والمعلمين اهتموا بمشاعركم وأفكاركم نلتقي في درس المهارات الحياتية القادم شكرا جزيلا على الإصغاء بتأمل تكونوا استفدتوا وبتمنى نحن كلنا كمجتمع إسرائيلي يهود وعرب نتعدى هذه الأزمة الكورونا بسلام ونرجع لحياتنا الطبيعية بدون تدخين وبدون أرقيل شكرا ترجمة نانسي قنقر